اهلا بكم حابو باتي ان شاء الله تكونوا مكمل بخيروا في صحة جيدة اليوم ان شاء الله رح نديروا حلوة المنقوشة يعني مطلوبة بثيف والحاجة نخدمه لعبات اللي نحتاج فيها ميا وخمسة وعشرين جرام متى مرقارين نحتاج هي لبنات قرصة متى ملح مغرب صغيرة متى لاماني نحتاج زوج مغارف كبار متى زيت نباتي نحتاج صفهر متى بيضة وزوج مغارف كبار متى سيكخ غلاس هنا بالنسبة للصكر الناعم من الافضل انه نغرب له يعني هنا المكونات الجافة في هاد الحلوة نغرب له هكا بش مغارف كبار متى سيكخ غلاس رح يلي بنات نخفق هاد المكونات جيدا بالباطخ حتى تتجنس المكونات جيدا مع بعضها ونتحصل على كريمة اللي لون المتاحها فاتح ومن بعد رح نضيف الفارينة يعني هنا الفارينة يلي بنات اه درت ميتين وخمسين قرام مع رشة متى خميرة يعني من اهم النصائح بيح تنجح لكم الحلوة انتى المنقوشة انو الاخميرة منكترول هاش بزاف بطقه هي الديفورمي لفغ منتحها يعني تفزت الشكل انتحها نديرو رشة واحدة متى اه او رشة صغيرة متى خميرة الحلوة وهنا الفارينة كيما راكم تلاحظو غربلتها ونبدأ نلم فيها فقط برؤوس الاصابع بركة لبنات انا نقول لكم هنا اذا اخفتم الفارينة يعني نضيفو بشوي وشفو حتى تحصلوا على قوام العجينة المطلوب هنا العجينة ما لازمش تكون طريه بزاف تكون متى مسكة نوعا ما يعني ماشي ناشفة بزاف خلافة الحلوة انتعكم فيما بعد ما تجيكم يبصى ايضا هنا كوفريتها بكيس بلاتيكي راح نحطها لجيها ورح نحضر لفغ طبعا لفغ تقدرو يعني ما تديروش وش راح ندير انا هنا قدرت كيلة انتا لوز محمص ومرحي استعملت هادا الكيلة يعني صغيرة الكيلة هدي اللي خدمت بيها وكيلة انتا جوز يعني دخلت شوية بركلة اللي فوق وخرجته وعندي نصف كيلة انتا حلوة الترك او الشامية نخلصتها المكونات جيدا هكا مع بعضا هم برقوط الاصابع نسيي ان يعني ان نفتت هديكا حلوة الترك مليح بهذا الطريقة وبعد يالبنات انا هنا راح نلم بالمربة هكا باش نكسر الحلاوة الزيدة اللي تكون في الحلوة كوما يعني فيما بعد راح نعسلوها فهنا فضلت انو نجمع بالمربة احنا بالنسبة للمربة ضيفو تدريجيا ونشوفو انا درزوج مغارفه لكن مغارفه نصف يعني تكفيكم بهديك الكيلة اللي كان متوفر عندكم يعني هديك الكيلة اللي كيلت بيها او هديك الغيثابيان اللي كيلت بيها الحشو هنا لازم يكون متماسك الحشو ما لازمش يكون جارية لبنات لازم يكون حاكم روحو مليح اذا هنا كما شفتو لميتو هكا برؤس الاصابع بهذا الطريقة حتى تشكلت كتلة واحدة على بها قد كم يعني يضيفو مربة تدريجيا باش تتحكمو في القوان هنا رح ناخد عجينة سابلي ورح نوزن منها قريات للوزن تحها 30 جرام اما الحشو فاندي القريات للوزن تحها 15 جرام يعني هدا هو الوزن الميتالي باش يجي يناسب القالب اللي رح نخدمو به اذا انا بنات شكلتهم كامل بهذا الطريقة هاد الكمية انت على الحشو ولا انت على بات ثابلي خرجت لي 14 حبة يعني جيت ثوثوة كل حشو كي لبات هنا نبدأ نفتح حكا العجينة هنا نشفتلي شوية بس كما كنت شغطت كوريات لما كنت نخدم فيهم على بيها درجة هذي كتششققات اللي على الأطراف نحط الحشو في الوسط ونسي نغلق عليها بالعقل بات ثابلي يعني مش كي ملا بات ثالوز تلاحظوا باللي قاعدة تتشقق وانتو ما تعدلوا فيها مع الحشو ولكن بقاوا برك حكا عدلوا مليح بيديكم حتى تتحصلوا لك كورية ملثاء بهذا الشكل اذا رح نكملهم كامل ونرجع عليكم باش نشكلهم اذا يا لبنت انا رح نشكلهم بهذا القالب يعني عندي هاد الموديل وعندي كدلي هاد النوع يعني متوفر بخطوط تلقاوها عند خالد من الصباح يعني الناس اللي سكن هنا في عذابه تلقاوها عنده نسي نرمضها شوية هكا هديك الكورية في الفيرينا باش متلسق ليش في القالب ونضغط عليها مليح مليح باش يخد ليش شكلتها هدك القالب يعني هدوك الخطوط اللي رح ندالهم النقاش فيما بعد ننفض الحبة من الفيرينا ومبعد نخد النقاش ونغطسه في الفيرينا هكا باش يعني ما يلسقناش خصوصا يعني للموبتليات انهم بعد جيناتني يعني الفكرة انه نحط النقاش في الفيرينا واللي ما حطيته شخلاه وخدمت به فاصل ما يعني بلا ما نديروه في الفيرينا ولكن اللي يخافوا انه يلسق لهم وللنقاش يعني ما هوش ماشي على يدهم ليح ما يعرفوش يخدمو به او لأول مرة يخدمو به استعينوا بالفيرينا بهذا الشكل ولكن قد لكم جيناتني انا هاد الحبة باركترتها معاكم باش نسهلكم العملية ولكن فيما بعد كما قد لكم كملت تعملت النقاش بلا ما نغطسه في الفيرينا اذا بهذا الطريقة يعني ناخد وين كين هادوك الخطوط كامل وننقش بالنقاش بهذا الشكل وكنت كي يبقاولي ربعة حبة ولا حطيت له فوق يصخن جيدا على مية وتمانين درجة ووجد صيني حداية طبعا مدرت لها لبا بي كويس لفيرينا بصير حلواتي يعني ماخدوا ما بالزبدة مش رايحة تلسق اذا كملتهم كامل بهذا الطريقة نشوفو كيفاش اخدموك بالعقل هي صح مقيتة يعني حلوة كما كتاخد شوية ليد تاخد لكم الوقت ولكن كيتكملوها يعني وتشوفو نتيجة كيفاش خرجت لكم فاكيد راح تنساو هاداك التعب كامل اذا ندخل لهم بعد ما كملتهم دخل لهم يطيبوا حتى ياخدوا لونة ذهبية من تحت انا حمروا يعني تلقائيا شوية من الفوق فما اضطريتش نشعل عليها من الفوق اما انتوما اذا شبته ما حبوش يحمروا من الفوق وحمرو لكم اللي حملتحت شعلوا عليهم من الفوق فقط ياخدوا هاداك اللون الذهبي ومن بعد لما تخرجوهم خلوهم يبردوا خلايا البنات لازم يبردوا لانو الحلوة كيتكن صخونة تكون هشة تكون طريا وبالتالي كنت جثوها هكا شوية تتفتت اذا نشوفو كيف ماشا طيبتها يعني جثت من تحت حمرتها من الفوق خليتها تاخد لون ذهبي هكا خفوفي كنت العسلية اللي بنت بعد ما بردت الحلوة كليا نعاود لكم الحلوة تبرد خلاح العسل دفيتها او سخنة فوق النار حتى تطلقوا تروحها ونغمص فيها الحبات انتع الحلوة بهذا الشكل واحدة هكا ثلاثين ثانية حتى تتشرب شوية العسل ونبعد نهزها من العسل ونحطها فوق لاغغي باش يعني تهبط هديك العسل الزايدة كاملة منها اذا بها الطريقة طبعا اذا دلتوها منذرك للعيد فالتعسل خلي واحكي ما اقولو حتى تنهر العيد ولا نهر قبل العيد اذا هنيا بعد ما عصلتهم كامل هنيا راح نزينها من فوق عندي هنيا حباتهم تعلوز بقشورو محمصين شوية نختصهم هكا في العسل باش يمدونا لمعان يعني للحبة وكذلك يساعدنا هدك العسل باش تلسق الحبة تعلوز فوق الحلواء انتعنا كذلك عندي انصاف نتعجوز بهذا الطريقة حتى هما كيف كيف راح نغمصهم في العسل ونبعدا نلسقهم بهذا الشكل ونخلي اسباس وين ندير الشكل او التزين الثالث والي هو السوريس كونفي نعود نخلطهم برك هكا باش حتى هما يتعصلوا في هدك اللي كده اللي يجي معاهم ونقسم الحبة اللي يزوج بهذا الطريقة هكا ونسي بالعقل برك هكا باش منغيس الحباتي الحلواء بهذا اللي كده الحمر نبلاسي اللي حبتها السوريس كونفي او نصف حبتها السوريس كونفي في الفراغ هدك اللي خليته طبعا التزين يبقى اختياري وبوش منتلو فراغ عندكم اذا انا راح نكمل زينهم كامل ونرجع عليكم اذا هنه هي اللي بنتها هما بعد ما نكمل زينتهم كامل حلوة ما شاء الله هاي لا يعني بزاف بزاف ابنينة بزاف عنيقة وكما شبته هي تاخل برك شوية الوقت ولكنها اا يعني مش حاجة اللي موملة تحسوا ببعض المتعة وانتما تدرو في هدك النقاش انتحها برك بالنسبة للغغونزا انا متوفرت عندي هديك يعني البلاستيكية الخاصة بالمعثلات اللي كيما هكا البقلاوة والقريق وشو كل شي ولهذا درتها فقط في هدي لغغونزا اللي توفرت عندي هنا نقص معاكم حبة جد طرية وجد هشة يعني ما شاء الله والحشو انتحها بزاف بزاف ابنين نتمنى انكم تجربوها وتشرقوني تطبيقاتكم وتخلوا لي ارأكم في الفيديو وما تنسوش تخلوا لي جانب في الفيديو هكا بتحل حقكم جديد الوصفة دايما وهذا هو الفيديو نتعلم اليوم نلتقي في فيديو لاحق تمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة